موسيقى السلام عليكم حبيباتي يالي كنسب انكم تكونوا باحسن احوال وصحة جيدة ان شاء الله هنزو ما كتشاهدوا هالفيديو اللي غدا نشاركو معاكم فيه ثلاثة ديال الوصفات اللي ساهلين يتحضروها كاف بضع دقائق لوليداتكم المدرسة اولا مثلا يديهم لغيك خياصيون ويشربوهم اولا يتناولوهم بالما يمشيون مدرسة هاد الوصفات اللي كيجيوا رائعين يمكن لكم ديرهم على شكل يوغورت يمكن لكم ديرهم كدلك على شكل مشروب يعني سائل اللي بعتو كيبقى لكم الاختية وصفات اللي صحية زوينة بسيطة ما فيها الشي تكلفة اللي يعني كبيرة خصوصا مثلا الوليدات اللي ما كيبقواش يأكلوا لي في خويسك ما كيأكلوش تمر ما كيأكلوش مثلا خضر هاد المشروبات هادة غدا نديروه كوكتايل لكن لديا سلام كيجيوا رائعين زوينين اكيد اللي جربتهم الكبارين والصغر ماشي غلص يعني الصغرين حتى الكبارين كذلك زوينين هادو هنا غزلت ديالي خديت اول حاجة خديت القرعة القرعة اللي عجيبة اللي كيت هربوا مننا بزاف ديالاطفال يعني الزاف السيدات عندهم مشكل مع ولداتهم ما كيبقوا لهمش القرعة ومنهم واحد والدي انا كان ما كيبغيهاش لكن حاولت انا نحبو فيها بطريقة يعني اه كنقولي غير ضوق اه كندير دياليها بزاف الاشياء هاكا ماشي غير مرقا وصافي حتى ولك يبغيها لنا غزلت ديالي كيف كتشوفوا معي اخديت ديالي القرعة وضعتها في الخلاط زلتاليها حبة اولا بنانا اللي كتكون مدخلين الكونجلاتوري لكن عندكم الوقت ما كانش ماشي مشكل وزلتالي واحد اللي حفينا هاكا صغيرة ديال اكاجو والسكر الفاني وضفت معها اه جوجة لمعالق ديال الكاكا وبودرة وغادا نزيد معها التمر يعني عوض التمر اللي ما بغاش يضف التمر يمكن لي هدي العسل اه كيبقى لكم الاختيار ويمكن لكم كدلك انكم ضيفوا اشياء تحيدوا اشياء وهاتش راه غيك يتخلطوا هادا را كيجي واحد المضاق اللي عجيب ممتازة لبناس غيجربو وزت معا واحد هاكا دك كاز ديال الحليب كبير بغيتو انتو ما تديروا اليوغورت يمكن لكم تديروا اليوغورت ولا تخلطوهم بجوج يعني لا بغيتو يجيكم هكا تقيل في هشكل اللي يلدانون ديروا اليوغورت طبيعي هو اللول وعادا حطوه فق منو ديال الاشياء اللي يعني يفخوي ساكو هادا بشت حلكم سرعة اه صافي هنا لبنات كيف كتشوفو وضعت قاعدة كل مكونات وخلطهم رجع شكل ديالو هكا زوين هادا لبنات يمكن لكم تديرو هكا في دوك القراءات اللي سبق وشاركت معاكم في الفيديو السابق اه يعني ديال الواصفات ديال الوليدات لندراسة راني اه درت لكم دوك البواطات اللي كيددارو كندلو الوليدات بحركة حشكل يلدانون وكيددوهم معا من دراسة وكياكلو في ديالو قاية ديال العشرة يعني ما كيخسر موالو لانه ما كيبقاش نهار كامل يعني كيمشيو مع الثماني يعني رغي ديك ساعة ونص ما مشي مشكي وهم غيرت سدوه مزيان وكياكلو في دراسة كيجي رائح بحشكل اليوغورت اهنا غزلت ديال اه رشي تعليغي شوية ديال هكا للتزيين من الفوق وكذلك للمضاق شوفان وفيه خالة ديالو شوي ديالقاع شوية مهم لكانو وليداتكم كيبقوا ليف خويسك ما كانوش كيبقهم اكتافوا فقط بذك شي اللي طحنتو ديال اه كاجو ولك لو لكم ذك شي راه يعني مزيان اه هادلو وصفة البنات بزاف الاخوات اللي معي في القناة اللي عندهم مشكلة كبير مع وليداتهم هكا يعني بالنسبة للاكل وسيخطو سيخطو لها الخضر وليف خويسك ما كيبقواهم لهمش اه لكن حاولوا تدخلوها البنات بزاف مثلا انجرقاع اللوز في هادلوصفات وكذلك حتى بالنسبة يعني الفواكه راه يمكن لكم الدينو القرعة الحمراء الدينو القرعة الخضراء ان شاء الله المزيد غلا نشارك معكم وصفات اخرى ان شاء الله في فيديوهات مقبلة يلا بقي نحيين طبعا وصفة هنا راني اه درت زينتا هكا في شوية ديال الشوكولات يعني ديك لنك هاللي موخوضها نيت من من الاصل ديال لاني درجة دماغ ديال كاكاو رشيت على شوية ديال حكيت شوية ديال الشوكولات اه مويم زين كيبقى على حسب ولداتكم يعني مش بالضرورة تزينوا لهم لكن هادي ممكن لك تديريه الكنتية مثلا كدير ولداتك من دراسك ترجعي للدار ديليلك واحد المشروب او لا اه شي حاجة هكا في طريبها اللي تكون مغدية وشي حاجة اللي مفيدة للجسم وهنا رزالة ديالي غنديرو الوصفة التانية اللي حتى هي سهلة وبسيطة كتاخذوا الخلاط ديالكم وغادي نتوضعوا في ورقة ديال السبانخ من بعد ما كتغسلوهم يعني تغسلوهم جيدا اه هنا البنات بغيتو تضيفوا مثلا المونج بغيتو تضيفوا مع هالكيوي اه يمكن لكم تضيفوا اه انا كنا اعطاكم غير افكارو صافي برس واحد طريب ديال الخيار مقطع وحبة ديال لابوكا وزيت شوية ديال اليوغورت الطبيعي واحد الكويس هاكا اه صافي وغادي نددو معه واحد اه مجدل معي لقات هاكا ديال العسل كبارين باش تحلو يعني بش ميجيكم مش هاكا كيف كنقولو يعني باسل ضروري تكون ديال الحلاوة وحتى الوليدات هاك يبقوا الحلاوة يعني حاولوا لابلكم دائما زيدو شوية ديال الحلاوة ديال العسل طبعا طبيعية او للتمر باش هاكا ما يدي وما يجيبو في المعضاقات وياكلو كوشي وصافي هنا الغزالات ديالي كيف كتشوفوا معي الخليط لكي يجي هاكا شكل دياله زوين كتحرفوا بديك السبع نحك تطلق داك الميها ديالها مع داك الخليط ديال ديال لابوكا وهي دا رهجا كي يجي متماسكو كي يجي واحد يعني واحد الشكل على شكل اليوغورتالنات كي يجي رعا عزوين بزاف 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 غزينتو هاكا بشوية بقطع ديال المونغ وخا ما ديراش وشوية الكيوي كذلك ما ديراش في الوصفة لكن فقط درتو هاكا لتزين لكنتو ما يمكن لكم تديرو تزينوها بالاوراق ديال السبانخ ومن داك داك شي اللي درتو نيت يمكن لكم تديرو اه صافي كي يجي هذا هو شكل يعني تقطعو البانان اه ديقراضي ديال داك شي اللي درتو صافي ورشيت عليها داك شوية ديال لي ما يغطي ورشيت شوية الكوك كي يجي واحد اه طبق اولا احفوان واحد واحد الديسير هاكا ولا ديروه في الفطور اولا في العشاء هاكا مور الماكلة اولا مهمتو ما كي يبقى لكم اختيار لكن كي يجي رائع بالنسبة الوليدات هاد الوصفة راني شاركتو معاكم خصيصا للوليدات وحتى انا راني كندخل الوليداتي هاكا الخضر اه باش هاكا طبعا بعدما كننطفها وتوصلوها مزيان دولة شوية الخل والملحة دائما الخضراء اللي نترك نديلها الخضراء اه نديلها عفوانة الملحة والخل باش هاكا يتشربو لنا دوك الادوية اللي تيكونوا اه صافي هنا كي يجي هذا هو الشكل ديال هاد الوصفة اللي حضرت معاكم كدية رائعة زوينة بزاف مكوناتها اللي بساطين وتزين كي يبقى على حسب يعني اللي باش يتقدمهم هاكا الوليداتك تزينيهم بشي فروي خراعة وكدب عليهم قوليهم شي مشكل كدبه بيضة قوليهم هاد الفروي هم لي داري لكم هنا ايه كدبه بيضة مش مشكل مهم انهم يياكلوا اه حاولي انك تزيني اللي بشي فاكي هاللي كي يبغيوها في ذاك الطبق اللي درتي مثلا هادي دخلتي فيها القرعة حط فين تلكي ويدري شي حاجة باش هكا ما ينتابهوش ما يعرفوش شنو فيها وانا ولا دي درت لهم هاد الوصفات لكن ما عرفوش المداقعة يعني اشنا هي هاد الوصفة اه صافي هنا غدا ندير واحد المشروب اللي حتى هو يمكن لكم ديروا شكل ديالة وتقيkiej لها الشكل اللي اغرت لا بغيتو انا حاولت نديره سائل اه قطعت جوجه حبا اللذunes واضح All about that WORLD و had primary class اه صغيرا القرعة مدخلا اليكم اليكم المبنن اكذية القرعة table He powers Awarelove almost university يعني تقريب ان را ندريش حتى نموذة من وصفات اللي حوضت آه هنا را ندارت إذاكت طريف القرعة قطعت وادتالي وحد ليمونة بالنسبة للفرنبواز إذا كانت واجد مكانش تدير الفرنبواز فرنبواز اللي مكيكونش طريحتها ورعا بزيان يعني كونجلة ومن الأحسن البنات أنه بحل هاد الوصفات بنتهو تحضروهم دخلوا قطعوا مثلا فرنبواز دخلوا الكنجلاتور يعني حتى يكون مجمد يكون أحسن باش هكي يجيكم تقيل ويجي عاقد أكتر هنا البنات رنيزت شوية ديال أكاجو و شوية ديال فرنبواز شوية جد معالق ديال العسل أو لثلاتة على حساب انتو مو شنو بغيتو وكاس كبير ديال الحليب تقريبا واحد ميتين وخمسين ميليليتر هكا ديال الحليب على حساب بعدد الأشخاص يمكن لكم تديروا أكتر صافي كيف كتشوفوا معايا المشروب ديال نارا هكي تطحن كي يجي رائع زوين زوين زاف فعلا البنات لكن الحلاوة إلا بغيتوا تزيدوا أكتر يمكن لكم تزيدوا كيف كتلكم باش هكا يجيكم المضاق هكا محلي ويجي زوين صافي الغذالات ديالك كيف كتشوفوا معايا المشروب ديال نارا جاهز غاد نوضعو في كؤوس يمكن لكم توضعو في كويسات يمكن لكم كيف قلت لكم البنات ما تنسوش أنكم الوقت وبديروه تقيل يجيكم في حشكة اليوغورت ديروا معاها اليوغورت طبيعي يعني ما تديروش الحليب ديروا غير واحد نص كاس غير ورهاكا ديال الحليب صافي وطحنوا هاد المكونات كاملة رهاكي يجي تقيل وكيجي عاقد لباتوا تديروا هكا فقريعات باش يديروا ليداتكم من دراسة في عوض متشري لهم مثلا يوغورت ديال الزنقاء او لا ذاك دعنون اللي تكون منكها بالنكهات وذاك شي وصافي الغزالة ديالي كان هدا هو هدو هما الوصفات اللي حضرت معاكم هاد نهار رعيتها كيف كتشوفوا معايا كيجيوا رائعين غدا نقدمهم لكم هكا مجموعين باش شوفوا شكل ديالهم النهائي يمكن لكم هاد الوصفات انكم ديروا كل مرة واحدة في الأسبوع وان شاء الله غدا مازال بارتجي معاكم وصفات آخرين اللي كيخصروا ليدات آآ باش هكا نحاولوا ندخلوا لهم آآ شي خوضر اللي تكونوا ميبهوهاش وهذا باش آآ باش آآ باش آآ معني ما اوش مركزي لهم فقط على المقليات والحويج اللي قدر بالصحة ديالهم تحاولوا اننا ندخلوا لهم ونغشوا شوية باش يأكلوا لينا الخوضر ماشي مشكل مهم ان ويداتنا يكون شي حاجة اللي صحية وصافي كانوا هدو هم جميع الوصفات اللي قدمت معاكم في هاد نهار هذا كنقول لكم شكرا لكم على المشاهدة ولجبكم الفيديو اكيد ما اسمخوا الشرية انكم تشاركوا في القناة وبرتجوا ما الاصدقاء والحباب تلكم تطلقوا ان شاء الله في فيديو اخر سلام عليكم اشتركوا في القناة